السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله على قاعدة ان التاريخ يعيد نفسه التاريخ يعيد نفسه نفس الاحداث التي وقعت في الماضي الصحيق هي نفسها من حيث المبادئ ومن حيث القيم ومن حيث الغايات والمقاصد نفسها التي تقع الان في عصرنا هذا وفي عصر النبوة وفي العهود المستقبلية فالتاريخ يعيد نفسه الويلات والشدائب والقروب التي يعانى منها النبي صلى الله عليه وسلم يبحث لها عن جواب اعطاه ربنا الجواب من خلال قصص الانبياء تعرفنا بالامس عن قصة نوح وما فيها من تقلبات وصراعات اليوم سنواصل مع نبي اخر يسمى باب الانبياء ابراهيم الخليل عليه السلام والنبدأ من الآية 83 من سورة الصفات يقول رب العزة جل جلله بعد اعود بالله من الشيطان الرجيم وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ايفكن آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقين فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تاكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا اليه يزفون قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله مولانا العظيم هذا المقطع من سورة الصفات ربنا قصه على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم بان نبي الله ابراهيم سبقه في الدعوة وهو ايضا في عهده وجد صراع منطق الحياة يقوم على الصراع صراع بين الحق والباطل بين الخير والشر بين الإيمان والكفر فسيدنا ابراهيم كان لازال فتا كان شابا غضا طريا وربنا عز وجل بعته لكي يوجه قومه الى طريق الله المستقيم لهذا ماذا قال وان من شيعته لا ابراهيم على من اضيفت هذه الكلمة شيعته على سيدنا نوح يعني كما قام نوح بالدعوة ايضا ابراهيم الخليل يقوم بالدعوة وهذا يسمى موكب النور جميع الانبياء وجميع المرسلين لهم دعوة واحدة في كل زمن يتغير فقط النبي او الرسول او القوم اما الدعوة هي هي وختمت بالدعوة الاسلامية المحمدية على صاحبها افضل الصلاة وازكى التسليم فمعنى وان من شيعة الى ابراهيم اي من شيعة نوح ابراهيم الخليل الذي هو على طريقته في النبوة والرسالة والدعوة انه يدعو الخلق الى الله وابراهيم الخليل بمدى امتنى الله عليه قال وان من شيعته الى ابراهيم اتجاء ربه بقلب سليم سيدنا ابراهيم ربنا اعطاه قلبا سليم امتنى الله عليه بالرشد امتنى عليه بالخل والاستفاء وامتنى عليه بالبراءة من الشرك والشبه وامتنى عليه بالبراءة من الشهوات المانعة من تصور الحق والعمل به فسيدنا ابراهيم كان له قلب سليم هكذا كان سيدنا إبراهيم الخليل قال عنه رب العزة إذ جاء ربه بقلب سليم لم يأتي إبراهيم بشدة الدكتورة لم يأتي إبراهيم بمشاريع اقتصادية لم يأتي ربه بأفكار وإيديولوجيات غريبة وإنما فقط جاء بقلب سليم سيدنا إبراهيم اتخذ خطوة إلى الأمام وصار يبحث عن ربه وجاء إليه إذ جاء ربه بقلب سليم فلما جاء بالقلب السليم الله تعالى أعطاه الإيمان وأعطاه اليقين يشرق في قلبه لهذا ماذا قال ربنا عز وجل قال إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون هذا استفهام بمعنى الإنكار وإلزام لهم بالحجة ماذا تعبدون أيف كان آلهة دون الله تريدون هل تعبدون هذه الآلهة اللي هي كاذبا تسمى آلهة لا تصلح للعبادة فما ظنكم برب العالمين ما ظنكم برب العالمين هذا نوع من الترهيب يعني أنكم وقد غيرتم وجهتكم لغير الخالق الذي يستحق العبادة فأنتم قد تتعرضون للبلاء تتعرضون للعقاب ما الذي دننتم برب العالمين دننتم به النقص تصوركم للألوهية أنها مبنية على النقصان لهذا جعلتم لهم أنداد والشركاء هكذا نحن أيضا في حياتنا المعاصرة الواحد منا حينما يقع في بلاء أو يريد أن يؤسس لمشروع عوض أن يعتمد على الله أولا ثم يتخذ الأسباب يبدأ يبحث عن عرافين وعرفات وعن مشعودين وعن قارئي الطالع وكأنه يظن برب العالمين نقصا كأنه لن يقضي حاجته فما ظنكم برب العالمين الله قادر على كل شيء فماذا قال ربنا عز وجل فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم سيدنا إبراهيم قومه كانوا يعبدون النجوم فلما رأى نجما طالعا عاصب رأسه وقال إنني مطعون يعني ادعى سقيم يعني أنني مطعون في الطاعون وهو مرض معدي فخشي قومه أن أن يصاب بهذا العدوى فتراكوه لوحده فقال إني سقيم يعني مريض بي مرض معدي جلدي تركوه لوحده فتولوا عنه مدبرين هربوا منه فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تاكلون أسرع إلى الآلهة على وجه الخفية والمراوغة فقال متهكما لهم ألا تاكلون ما لكم لا تنطقون فكيف يليقوا أن تعبدوا وأنتم أنقص من الحيوانات أنتم لا تاكلون ولا تتكلمون أنتم جمادات فراغ عليهم ضربا باليمين أي جعل يضربوا هذه الآلهة بقوته ونشاطه حتى جعلها جدادا حطمها إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون الصنم الكبير تركه سليما فأقبلوا إليه يزفون أي يسرعون ويهرعون يريدون أن يوقعوا به فقال ثم قال أتعبدون ما تنحيتون بأيديكم وتصنعونه وتركته الإخلاص لله والله الذي خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون قال بعض العلماء بأن الله تعالى هذه الفئة من المرجئة تقول بأن كل شيء من عند الله حتى أعمال البشر خيرا أو شراء فهو من عند الله والله خلقكم وما تعملون بمعنى هؤلاء أسقطوا العقاب فرقة كلامية ظهرت في العهود الأولى هناك المعتزلة هناك المرجئة هناك الماتردية هؤلاء فرق متعددة حول فلسفة الفكر الإسلامي منهم من قالوا بأن كل شيء هو مقدر من عند الله حتى أعمالنا حتى منهم من قال إن الزاني حينما يزني لأن الله تعالى أراده أن يزني ولما يشرب الخمر الله أراده أن يشرب الخمر ولما يسرق الله أراده سارقة وهكذا ولما يصلي الله جعله مصليا وحينما يحج ويعتمر الله وفقه للحج والعمرة فكل من عند الله ولذا قالوا والله خلقكم وما تعملون أي نعم الله عز وجل أعطانا الاختيار وهديناه النجدين إما الشاكن وإما كفورة لكن في الختام قل كل من عند الله لأن لا أحد يخرج عن دائرة الإرادة الإلهية لا أحد يخرج عن دائرة العلم الإلهي لا أحد يخرج عن دائرة المشيئة الإلهية هذا معنى قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون فبدأوا يهددون قالوا أبنوا له بنيانا فألقواه في الجحيم فبنوا بنيان عالي مرتفع وأوقدوا فيه النار وأرادوا أن يقعوه في الجحيم مشهد مروع هذه الأفكار وهذه الأحداث ربنا يقصها على من يقصها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مكة المكرمة وكان معه الصحابة الأوائل من المسلمين الأوائل قبل الهجرة هؤلاء عندهم تربية أرقمية تربوا في دار الأرقم من أبي الأرقم وكانوا يعدبون لأنهم يقولون لا إله إلا الله وكانوا يشهرون بالقرآن فكانوا يحرقون ومنهم من كان تضع عليه صحائف من صفائح من النيران فربنا يحكي لهم ما الذي وقع لإبراهيم قبلكم أيها المؤمنون سلك الدعوة وموكب الدعوة منذ التاريخ هكذا التاريخ يعيد نفسه فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين ربنا عز وجل رد كيدهم في نحورهم وجعل النار على إبراهيم بردا وسلاما فما الذي وقع عند إبراهيم الخليل قال ربي وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين إني ذاهب إلى ربي سيهدين أي أنني مهاجر إلى الله سوف أقصد بلاد أخرى غير هذه الأرض فخرج من العراق وذهب إلى أرض الشام لماذا؟ لعل الله يكتب له مقام آخر إني مهاجر إلى ربي سيهدين يدلني إلى ما فيه الخير لي في أمر ديني ودنياي وقال في الآية الأخرى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية هذا ما يسمى بالعزلة أن المؤمنين لما يضيقوا عليهم الخناق في دائرة معينة يفكرون في الاعتزال ويدهبون بعيدا عندنا المعتزلة هذا تيار فكري اعتزلوا الأشاعرة وهناك تيارات في التاريخ الإسلامي جماعات إسلامية كالهجرة والتكفير كانت في مصر ذهبوا إلى صحراء سيناء وهناك من دعا إلى العزلة النفسية كسيد قطب رحمه الله في معالم في الطريق سمها العزلة النفسية ومنهم من قلأ العزلة الجسدية ومنهم من قلي الخلوة ومبدأ العزلة أو الخلوة هو مكين في الدين حقيقتها أن الإنسان في لحظة من اللحظات يبتعد عن الخلق ليختلي بخالقه لحظة صفاء عن أعين الخلق يسعى للاتصال بالخالق وهذه الخلوة أو العزلة فيها فوائد عظيمة لأن الإنسان يفتقر إلى ربه العزيز الغفار ويطلب منه الحاجات ويبط إليه الهموم والأكدار وحينما يختلي العبد بربه تأنس روحه تزل عنه الهموم وتنزاح قلبه يطمئن ويرتاح حتى إن جراحه تضمد ويشعر بمقام من مقامات العبادة وهي التي سمها جبريل مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مقام يكون فيه العبد بين خالقه بعيد عن الخلق وهو في العزلة بين ربه سبحانه وتعالى سيدع ربه قال إني ذاهب إلى رب سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم الله سيبشر إبراهيم الخليل بغلام حليم هو إسماعيل عليه السلام وبعد ذلك سوف يبشره بإصحاق السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله